تقف اليمن عالقة بين السلام والحرب فلم تمر فترة قصيرة على اتفاق مكونات الشرعية بالتوحد لمواجهة الحثيين حتى بدأت التحضيرات لمباحثات في جنيف حول الأسرى في ظل أنباء عن حراك دولي لبناء مسار تهدئة طويلة الأمد الجهود الدولية قد تسفر عن هدنة تمتد لعام كامل بحسب مصادر صحفية إقليمية أفادت بأن تسريبات تشير إلى أن الضغوطات الدولية تجري بشكل مكثف لإقناع التحالف والحثيين على الموافقة على تفاصيل الهدنة وقال الصحيفة العرب إن التمديد هذه المرة سيكون بمواصفات اتفاقية سلام شاملة لا تفاصيل محددة إلا أن التسريبات توضح أن الاتفاقية المرتقبة بين الحثيين والسعوديين لن تنحصر في وقف إطلاق النار فقط وربما تتضمن ملاحق اقتصادية وسياسية وتأتي هذه الأنباء بعد أن كشفت صحف دولية عن اتفاق مرتقب في السعودية تتزامن هذه الأنباء مع تأكيد وزير الخارقية السعودي فيصل من فرحان استمرار المفاوضات السعودية الحثية موضحاً وجود جهود عبر مسارات متعددة تهدف لوقف إطلاق النار وصولاً إلى عملية سياسية شاملة بالنسبة للبعض فإن الكثير من المؤشرات تجعل أنباء التقارب السعودي الحثي ممكنة بينما تستعد جنيف لخوض جولة جديدة من المفاوضات الأممية التي ستستمر لمدة 11 يوم أتت أنباء التفاوض بعد فترة قصيرة من تصريحات الحكومة بأن الحرب لم تنتهي بعد مع الحثيين وأن إمكانية السلام معهم مجرد تضليل ما يشير إلى أن اليمن ستظل وفق محللين في مرحلة لا حرب ولا سلام إلى أمد غير معلوم